موسيقى 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 راح اتكلم اليوم عن علاج الحصوات بجهاز الموجات الصوتية التصادمية او الموجات التصادمية وبعض الناس يسمونه العلاج بالليزر او التفتيت بالليزر والحقيقة اذا كان يقصدون الجهاز الخارجي فهو مو الليزر الجهاز الخارجي هو عبارة عن جهاز يقعد المريض عليه ويصدر موجات من طاقة معينة نسميه تصادمية مركزة باستخدام الاشعة مثل ما نشوف في الصورة تكون مركز على الحصوة فتساعد في اعطاء ضربات متكررة حتى تتفتت الحصوة شنو المطلوب ان يعرف المريض شنو التحضيرات شلون يتم العلاج وشنو النتائج وشنو النصائح ما بعد هذا العلاج اولا التحضيرات في الغالب مهم من المريض تكون الحصوة تسمح بالتفتيت بمعنى انها ما تكون كبيرة الحجم وفي الغالب ما تزيد عن صانتي ونص الى احد اقصى صانتيين لكن نقول صانتي ونص يمكن هو الحجم الاقصى بعد ذلك لا بد ان لا يكون في انسداد بالكلية يجب ان لا يكون هناك التهاب في مجرن البول وهذا نفحص المريض يجب ان يكون المريض ما يأخذ ادوية سيولة او اسبرين او غيرها من الادوية لان نحن نستخدم مهدئ وليس تخدير كامل في الكبار وممكن تخدير في الاطفان بعد ما يلي المريض الى العلاج يكون منسدح مثل ما نشوف على السرير ويقوم الدكتور بوضع الجهاز مثل ما نشوف بالصورة عن طريق الجم وبعد ذلك يتم تحديد مكان الحصه وتشغيل الجهاز يشعر المريض بضربات متكررة ويسمع صوته وقد يشعر بألم فاذا شعر بألم ياخذ مسكن فترة العلاج تتروح من نص ساعة الى ساعة وبعد ذلك يروح البيت متوقع ما بعد العلاج ان يحصل نزول دم في البول قد تنزل كسرات او فتاة الحصوات ومحتاج المريض ان يقوم بالمتابعة نعطي مسكنات واحيانا مضادات حيوية والمتابعة اللي معرفة نتيجة التفتيت مهمة اذا ما حصل استجابة للتفتيت في الغالب بعد جنستين فلا حاجة ان يعادل العلاج وهني نبحث عن بداية اخرى من ضمنها منظار الكلية راح تكلم عنها في فيديو ثاني اشتركوا في القناة